السلام عليكم ورحمة الله وارجع وديهم المخرطة لان الشيال دو عليه عمل كبير مبدين كده اني بعش الجير بعش الجير او بعش الفتيس على اي نمرة بس عشان العمود يقف معايا وبعد كده بحبة 30 او بلقمة 30 بفك المصمار بتاع الفلانشة بعد كده بطلع الفلانشة بس قبل ما بطلع الفلانشة لازم اعلمها لازم اعلمها عشان يكون العمود كله متوازي مع بعض ما يكونش العمود اللي قدام خالف عن العمود زي ما انتم شافين ده فيه علام او علامين قدام فان ما ليش دعوا بيهم لو خبرتي قليلة او انا سواء او مش مكانيكي لو مكانيكي المكانيكي عارف يعمل ايه وايه اللي هيتمه بالزبط حتى لو خلفت معاه طب انا مش مكانيكي لازم اعلم لازم اعلم الفلانشة مع العمود زي ما انتم شايفين كده بالزبط انا بعلم هنا وبعلم هنا انا دقيت بس بوريكو يعني اخدت علامة هو وعلامة هوت عشان لما ارجع برجع على نفس اللي فكيت عليه بالزبط بنفس الشغل نفس الشغل عشان ما فيش حي تختلف معاك والسيارة لما تكون ماشي على الطريق بتعمل معاك صوت مع العمود من تحت بنعمل نفس الشغل اللي انت طلعت عليه بترجع عليه بعد كده انا بطلع الفلانشة برا بعد ما علمتها خلاص تمام بطلعها برا وبعد ما بطلعها برا ببتدي ان انا افك انا بداية انا process بطلع الفلانشة بطلع بترجع القفل بالزبط ومطلع الانиях пошbench اي اي ش hierarch بالزبط. بعد كده انا خلاص اه بفك الكرسي وبنزل بعد كده تابع معي. نفس المفتاحين اللي انت شايفين همه. تسعتاشر وطمنتاشر هم دول اللي بحتاجهم محبة تلاتين او لقم تلاتين او مفتاح كويتش مش هتفرق المهم ان انت يكون معك اي حاجة تلاتين حتى لو معك مفتاح وشاكوش برضو هتقدر اه تحل بيه المصمار اه التلاتين. طبعا بصور وشغال فطبعا دي هتقطع منها يعني هنأكل منها حتت كده في التصوير عشان خاطر اه الاتنين مع بعض يعني اصور واشتغل فبش هعرف اصبت الاتنين مع بعض بس ان شاء الله الفيديو بيوضح كل حاجة اه بالزبط ان شاء الله. حصلت معك المشكلة ده على الطريق. حصلت معك في اي مكان انت كده عندك اه معلومات بتمشي عليها ان انت تفك وتزبط وترجع اه كل حاجة على وضعها تاني. اه بنسبة الكراسة ديت في في كرسيين في اه كرسي تلاتين اه معلش ناسف كرسي ستين وكرسي سبعين في كرسي ستين كرسي سبعين. الستين وسبعين دي مقاس الرمان بيلي اللي داخل الكرسي ومقاس العمود بتاع الكردالة عمود الدوران بيكون المقاس بتاعه. لو العمود الصغير اه بيكون ستين لو العمود كبير بيكون اه سبعين. فلما تجيب الكرسي هات مثلا اقول له هات السبعين على حسب العمود بتاعك او هات الستين برضو حسب العمود بتاعك. اه عشان ما تريد ياخدهوش وتروح السكة وترجع تاريخ وممكن تود الاتنين وتركب اللي انت اه عايزو ان شاء الله في اخر الفيديو برضا هوضح موضوع الكورسيين او الموديلين او معاس العمودين. بعد كده خلاص اني معايا طريقتين معايا طريقة ان انا بدق على حرف الرمان بيلي اللي هو خربان دوت. بعد كده بقايا بطلعه او اكسر الرمان بيلي ساعات بيكون افش الرمانة دية بتكون مسكة او افشة مش بتطلع. فعني بضطر انني اكسرها لو معاك اي حاجة محملة اه تخطها تحت منها والدق دقة بالشاكوش على طول بيتم جاية كسرة وتقدر تطلعها زي ما انتم هتشوفهم برضو معايا في الفيديو دو انا دقت عليها بالاجنة بس هي تكسرت من الاجنة يعني هي مش عايزة تتحرك من مكانها بس مع الدقة تكسرت زي ما انتم شايفين كده دقة والتانية والتالتة اي ما اديها مكسورة هي ما تحركتش من مكانها بس انكسرت الكسر دوت خلاص اتكسر مني حتة صغيرة بعرف ان هي خلاص هتطلع على طول اقل دقة بتطلح اللي اني خلاص فتحت من على العمود وانتم شايفينكم مية الصدى اللي تحت الرمان بيلي اه برضو للعلم ولو اتكسرت منك اه خليك حريص عشان ديت صلب الرائش بتاعها صلب فما يعوركش في وشك او اي رائشاية او حتة مكسورة تيجي تعورك فلكدر الله تدخلك في الموضوع يعني فخليك حريص وانت بتدق على اي رمان بيلي صلب خليك حريص بعد كده خلاص طلع بامسح العمود بعد ما امسح العمود ان شاء الله بابتدى اركب لو معاك اه شحم او ديريس بحط اه بحط مكان رمان بيلي اه حية خفيفة معاكش خلاص اه ما تحطش وهتيجي معاك هي دق شوية اه بشوية بعد كده انا خطيت اي حاجة تعلم معي العمود كوريك حجر اي كان جميز شميز بحطه تحت اه العمود عشان يرفع العمود معي عشان اعرف اه اه الكرسي الكرسي دوة له عدلة له اتجاه لو ركبت اي اتجاه مفيش مشكلة بس لما تركب الحاجة اه بالاتجاه الصحيح بتاعها بتكون اه افضل بعد كده انا بيتطوت لان معايا مفكر رفيع بس ايه زبط بس اه الرمانة في مكانها وبعد كده بخش بالفلانشة وبدق على الفلانشة متدقش على مشارشر الفلانشة المشارشر بتاع الفلانشة متدقش عليه تدق على الجنب العريض الجنب العريض دقا فوق دقا تحت دقا فوق دقا تحت بتبات معاك طبعا هي ماشي معايا كويسة فاني بدق من جنب واحد مفيش مشكلة من الجنب اللي هو العريض اللي فوق اللي مش مشارشر لو ديت على المشارشر هتخرب هتخرب معاك الفلانشة وهتباية العمود مش هيبات معاك زي ما انتم شايفين هوت انا باتت للاخر معايا بس هاكد عليها برضو عشان يجب انا متطمن حتى لو ما باتتش معاك الاخر بالشاكوش ممكن تربط المصمار والمصمار بيجيبها رباط يعني بتربط المصمار والمصمار بيلم الفلانشة بيقض الكورسي للاخر اه جوا بعد كده اني بطلع الفلانشة اه بطلعها برا وخلاص كده تمام برفع العمود وبشبطه مكانه اه بس للاسف انا معرفتش شبط العمود الواحدي اه لان بصور وبشبط فما جاتش معايا وفي نفس الوقت العمود الكورسي بس عايزة ترفع شعرة صغيرة لفوق يعني الكورس بس عايزة الجناحين دول عايزين يتفتحوا سنة صغيرة طبعا انا مش عارف افتح الجناحين فلازم ان يكون برضو واحد معاك يساند معاك معاكش اي حد في بلانكو سحبة ممكن تربطه باي حبل حتى لو لوحدك تربطه باي حبل المهم تصبط المسافة بس اول ما هيبات معاك الكورسي فيه الجناحين او في البلتتين اللي هم على يمينه الشمال دول خلاص الكورسي بات معاك وان شاء الله مستملك بتربط تمام وامورك اه ماشية اه بازن الله اني معايا واحد طبعا انا في السعودية اللي موجود معايا تجربة من غالي فهو اللي هيسند معايا وهيمسك معايا لاني حاولت اركب حاولت اركبه الواحدي اه معرفتش اه اللي عمودت ايه لو ما عايز المفاك مش مزبوطة ويايا فلازم هو يجي يرفع معايا سانطر للعمود واني ازبط اه بالمفاك زي ما انت شايفين كانت شوف انا بحط المفاك فين ايه ارصة صغيرة بس ارصة صغيرة يعدوك بس افتح سنة صغيرة الجناح بس سنة صغيرة وبعد كده بيبات ممكن يبات معاك على طول من غير ما تفتح الجناح او البلتتين وممكن ما يكون مزبوط خواجه اه او محدش لعب فيه فهتلاقيها مزبوطة اه مية في المية فلازم ان تتفتحها تمام كده هو خلاص ورفع معايا العمود زي ما انت شايفين هو قاعد معايا هو ترفع معايا العمود واني المفاك سدقت العمود وبعد كده شباط الاربع مسامية الساهم اللي انت شايفين دوت بكل برة والتجاءه اللي فوق الساهم دوت بكل برة اه والتجاءه اللي فوق عشان محدش ركبه عكس لانه ممكن نركب عكس اه الربل على طول اه او الكرسي بيخرب اه مع الوقت بيخرب على طول اللي بكون عمره الافتراضي اه يعني وقت محدود بعد كده انا خلاص زي ما انت شايفين انا ركبت الفلانش هوت وزبط العلام على العلام تاني العلام بتاعي القديم اللي انا علمته في البداية بداية الفيديو رجعت تاني اه رجعته العلام على العلام تاني هوت بعد كده ببيت الفلانش للاخر واربط نصم مصماري ويشد على المصمار كويس عشان ما يسيبش فيما بعد معاك اه ويوقع معاك عمود الكاردان لان لو المصمار ده ساب الفلانشة بتطلع اه مع العمود وبتقم ده واقعة او مقاع على العمود اه وانت ماشي بالسيارة لكدر الله ما حصلش اي خسائر اه معاك معلش الفيديو طويل شوية بس عشان انا جاي بتفاصيل كتير اه في الفيديو فلازم ما ما سيبش اي ملاحيز معايا اه وان شاء الله برضو ما يكونش في ملاحيز محدش يعني خلم الاخطاء بس ان شاء الله اه مش هيكون عندنا اي اخطاء في الفيديو اه بعد كده يعني بربط على المصمار اه التلاتين وبشد عليه جامد حد بيدوس لي وبشد عليه جامد وبعد كده بشيك على الاربع مسامير اه التسعتاشر وبعد كده بركب عمود الكردان معايا عمود الكردان هو لو عدلة واحدة ما بيركبش مختلف لو عدلة واحدة بعد كده بخلص وان شاء الله يكونوا كده الفيديو وصل بطرية كويسة